ما هي احوال البنكرياس ولماذا هو العضو المظلوم اه والله لك حق لك حق فعلا البنكرياس عضو مظلوم من الجمهور ومن الاطباء قليلا جدا الاطباء يفكر منها مشكلة في البنكرياس قليلا جدا جدا نادر ومن الشعب لان انت عارف حدثك انا شغلتي اشعب من الطب ان اخلي الطب شعب محدش بيقرب للبنكرياس خالص يعني عضو فعلا الناس ما تعرفش عنه حاجة ده يعني اللي يعرف انسلون له علاقة بالسكر البنكرياس له علاقة بالسكر مظبوط يبكت ترخير وهذا طبعا يعني خطأ شديد جدا جدا البنكرياس لسببين يخليه عضو مظلوم انه هو في ظهري في ظهري يعني ادي بطني هاي هو ورا خالص عند العمود الفقري فمستخبي زي فار في بيتك انت مش شايفه وقاعد بقى ياكل ويبوز الديميا وهو فرزه وانا مقدك خلاص البنكرياس عضو في خلف البط برا البريتون لازق في العمود الفقري لازق ده السبب الاول اللي خلي الناس ما تفكرش فيه نمر اتنين اعراضه زي ما نقول فيج يعني اعراض كده تمشي مع اي حاجة انا اتحدى اي دكتور في مصر او حتى في العالم انا عندي حالات شخاصة غلط في انجلترا في انجلترا كانت بنكرياس وطلعت مش كده يعني هي بنكرياس هو مش غصير ليه بقى مين الدكتور اللي حيفكر انا عندي قلم في الحتة دي انه هي يا قرحة معدة يا قرحة 12 يا التهاب في المعدة يا ارتجاع في المريء ده الكلام اللي حيتقال ما حدش حيب باله انه يكون الوجع ده يكون بنكرياس فهو دي المشكلة للبنكرياس اعراضه عيمة مش واضحة يا بتقولش انا بنكرياس نمرة اتنين مهمة جدا جدا انه مش في باله الدكتور مش في باله يعني انا يا دكتور انا بيجي لي وجه هنا بيقعد ساعتين ثلاثة ويروح اه ده هنعملك منظار طلع طلع المنظار عارض الارتجاع مريء زي تلات تربع الناس يعزوا هذه هالعرض لارتجاع المريء والعين ما خفش فده البنكرياس مهم جدا البنكرياس عض بيشتغل بوشين بوشين اه بس واضح انه لقيم واضح انه عضو لقيم شوية لانه هو بيدي اعراض تانية ايه هو المسؤول بقى عن ان احنا يعني هو اللي بيلغبطنا ايوه ايوه صح صح ده لقيم البنكرياس ده لقيم لقم الدنيا اه فهو بيشتغل بوشين كان فيه حلقات في رمضان اسمها ميت وش ايه صح طبعا مسلسل جميل جدا نيلي وقاسر عاملوا حاجة حلوة جدا لا عجبني جدا طبعا وكاملة بوذكري كاملة مخرجة جبارة لا عجبني انه هو في الاخر اثبت ان النصب ما يجيبش نتيجة يعني مهما كنت زكي ونصب نتيجتك انك شحات في الشارع نهايته كانت حلوة جدا جدا ده المسلسل بس النصبين حولنا كتير يا دكتور حسام واحدين في اميك نحلوة نتيجة يا صبعا والله النصب ده عمره ما يجيبش لا يا صحي الا الصحيح فعلا يعني احيانا احيانا هو ده الفرق بيني وبينك انا دايما متفاهل جدا لكن انت حذر جدا انا مش تشاغم ده الواقع اللي بنشوفه حذر واللي حدفتك بتشوفه احيانا ايوه طيب يا دكتور حسام نقول بقى البنكرياس عضو لقيم وابو الشين هو عضو للهضم تمام عضو للهضم للهضم باهضم به يعني كالت عيش كالت سكر كالت البنكرياس يلعب معايا في الهضم كويس جدا كالت بروتينات يلعب معايا كويس جدا جدا كالت دهون يلعب معايا كويس جدا فهو عضو للهضم ده رقم واحد يبقى بيطلع مادة تهدم طيب اسأل نفسي هتهدم ازاي ده الاكل في الامعاء يبقى قطعا له قناة بتنزل هذه المادة الى الامعاء طيب بيوصل لها يبقى في جزء من البنكرياس له قناة بتنزل للامعاء حاجات تهدم الدهون والبروتينات اساسا يعني اتفقنا اتفقنا وعنده خلايا جوه البنكرياس ده الوش التاني بقى تطلع مادة ع الدم دغري من غير قناة من غير قناة تطلع ع الدم دغري الذي هو الانسولين اللي بيزبط السكر يبقى ده بوشين وش يهدم ووش يصلح السكر خلي السكر بعدين حلقة اخرى خلي السكر نتخلم عليه حلقة اخرى تعال بقى في الخارسة الهضم البنكرياس له خلايا تجمع قناة صغيرة قناة صغيرة لحد ما تبقى قناة كبيرة وتنزل على معاه ايه المشكلة ايه المشكلة هنا المشكلة الكبيرة انها مشتركة مع قناة المرارة يعني المرارة نزلة هيه بقناة والبنكرياس نزل بالقناة يشتركوا في فتحة واحدة على الامعان تقول دي طب ويدا مشكلة ليه اقولك حصل مرارة مرض مشهور جدا جدا لو حص ونطط ومشي في القناة المرارية ونزلت تحت شوية دي ما قفلتش القناة المرارية بس ده قفلت لاتنين قفلت قناة البنكرياس وقناة المرارية لانه مشتركين زي بالضبط الدلتا ادي قناة تمام اه فرعين الاتنين فرعين لكن الاتنين بقوا فرع واحد اللي نازل في الامعاء فرع واحد وحصل مرارة مشهور جدا 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 فبيسد لو سد دي المشكلة ليه سد على الاتنين بقى سد على البنكرياس عمل تهاب حد في البنكرياس ارتجاع وحقول لي حرتك ازاي ارتجاع وحسد على المرارة خلعني يصفر يبقى دي المشكلة كبيرة جدا طيب تقول ليه البنكرياس التهب اقولك انت عندك مصنع زخيرة مصنع بيعمل قنابل المفروض القنبلة تنفجر برا المصنع المفروض انا احولها طيب لو انفجرت جوا المصنع بازت الدنيا كلها هذا ما يحدث في البنكرياس يا سعدت الباشر هذا ما يحدث في البنكرياس لما يحلط ضغط ما انا قافل بقى يقوم الانزيمات بتاعة البنكرياس تبتدي تبقى اكتف نشطة وهي لسه جوا فطهدم البنكرياس هي الاول طالعة مش نشطة قنبلة لسه في المصنع وحتبقى ناشطة لما تطلع برا انا بطلع من البنكرياس مادة تنزل الامعاء اول ما تشوف الامعاء الناس لازم تقول سبحان الله والله سبحان الله انها تبقى ناشطة لما تنزل الامعاء طيب اذا خلتها ناشطة في البنكرياس كرسم لان هي حتفتك للبنكرياس ذا لحمة وتهضموا فييجي اجتهاب الحد من البنكرياس احد الاسباب الشهيرة جدا 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 حصوات المرار دي احد اسباب التهاب البنكرياس الحاد الحاد طب هو الواحد الواحد هل فيه خلينا في الجزئة دي هل فيه اعراض بتبقى الشبه حاجات تانية طبعا بتدي اشارة طبعا لانه فيه التهاب في البنكرياس طبعا الوجع اه يعني لما بق ال ايه الوجع هنا الوجع في المكان على البطن الوجع اه اه لو سمع في ظهره يشير البنكرياس يعني يوجع راجل ماسك بطنه كده وجاي اولا هو واجع حد جدا 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 يعني تابل البنكرياس وجع شديد جدا شديد وبيسمع في ظهر اه انا عامل محاضرة كويسة البنكرياس فجاي بالسلايد اللي هو يشخص البنكرياس حطت في السلايد من فوق واحدة بتظهرت واحدة سنت كويسة فيه علامتين حول السرة وفي المنطقة دي حول السرة وفي المنطقة دي بيبقى فيهم دم لو شافهم يظهرت الدكتور لانه شخص الحالة خلاص انما هو في الاول محتاج ابحاث يعني بنبعت المعمل نطلب حاجتين نقسهم حاجة اسمها امايليز وحاجة اسمها لايبيز الاتنين دول مهمين جدا جدا في تشخيص بنعمل منظار نشوف يحصل لا بنعمل حاجة اسمها سي ار بي مهم جدا جدا بنعمل اشعة مقطعية على البطل مهمة جدا لكن اسف للاشعة الصوتية لماذا اما بيبقى فيه انتهاب بنكرياس بيحصل شلل مؤقت في الامعاء شلل مؤقت فتتملي غازات فالموجات صوتها ما تجبهاش احنا لسه قيلين البنكرياس في الظهر هتجيبه ازاي وفيه غازات بينه وبينه قد كده فعشان كده محدش يطلب لو انت شاكك بنكرياس اطلب اشعة مقطعية على طول او الحديثة بقى بقى لخمس سنين يشغل فيها حاجة رائعة وما شاء الله الواحد يفتخر ان مصر من اكثر البلاد اللي البحث ده فيها جايب نتيجة موجات صوتية بالمنزار 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 يعني اخش بالمنزار حبقى قريبة اخش يجيبه من جوه بقى واحتاج عينة ااخد عينة اهو المنزار فيه الابرة اللي تاخد العينة رائع من اجمل الابحاث اللي تتعمل لمريض شكين ان فيه التاب بنكرياس هي موجات صوتية بالمنزار اندوسكوبك الفرصان وياخد عينة لو كنت عايز لو كنت عايز تاخد عينة الى جانب المعمل يعمل عندنا بدم حضرتك بعدت تفصيلة البنكرياس والسكر خليتها للقاء اخر ان شاء الله ان شاء الله ممكن نسأل سؤالين ايو وشوف حلقة تحب تجاوب عن ايه في الحلقة وتكمل الحلقة اللي جاي زي ما انت عايز ايوه اولا سرطان البنكرياس دايما بيبقى مخيف كدا طبعا عارف حلقة مخيف ليه وانا لا ما انا حسألك لا انا ما انا ما انا مقدرش فما اقدرش اتكلم انا بسأل ليه سرطان البنكرياس كدا ايوه ثم السؤال التاني وحضرتك اختار نكمل الحلقة بايه ازاي الانسان يأزي البنكرياس ومشو خداله برافو عليك برافو عليك ده سؤالي هتشغلني معاك في العادة لا انت كده احنا سمت فيه نكساعد تاني خلي بالك نكساعد تاني اولا العيان حيروح للدكتور امتى لو اشتك لو اشتك يصب معقول واحد سليم حيروح للدكتور ده احنا تسعة وتسعين في المية من الشعب المصري ما بيقضيش عربية الاجانس الا ما توقف مزبوط عمره ما يقول انا حامل تشيك على العربية وهي سليمة احنا شعب ما نروحش العيادة الا ما اقول اي مزبوط وفي حاجتين بيودوا العيان العيادة الدم والقلم دول يودوا العيان بسرعة يودوا بسرعة العيادة دم لو شاف دم دم في البول دم في الوراس جاري او قلم اهي بطني تمام تخيل ان سرطان البانكرياس يقعد العيان ممكن ست شهور من غير شك ما بيش ما بيش تكيش خالص ولا وجع ولا اي حيخس شوية بقى كل كويس يا بابا حيينو شوية اسهال ده سركلت كباب مبارح يا بابا ما بيش حق فاعراض سهلة جدا عشان كده دايما نشوف سرطان البانكرياس متأخر يكون خلاص فات المعاد فات معاد ايه معاد الجراحة لانه بيكون طلع برة فهو لان مالوش اعراض واعراض متأخرة ده يوم ما سرطان البانكرياس بيبتدي بيجي العين بصفرة ده متأخر جدا ده متأخر عشان كده حدرانك هتقول لي نعمل ايه التشيك مهم جدا اي حاجة خاصة في الاسرة اللي فيها سرطانات الاسرة اللي فيها سرطانات نخلي باله كويس جدا نخلي باله اللي عنده تاريخ سيء السمعة يعني اسرة سيئة السمعة فدي لازم نخلي بالنا كويس جدا السؤال التاني اللي حدر ده مهم جدا هل فيه وقت في الحلقة اقوله قدامنا كمان خمس زي دكتور اه خمس زي نور زي يحمي بنكرياسي اياك والكحول اياك وش سبرته يعني الكحول ده عدو لدود للبنكرياس يا ها طب ده ناس تفتكر عدو لدود للكبد لا للبنكرياس اكتر قضية البنكرياس قضية البنكرياس والتهاب الحاد الحاد ما بكلمش عن المزمن البنكرياس لا أعلاقة بالكالسيوم اي حاجة تغير الكالسيوم في الدم بتعمل تهاب حد في البنكرياس مثال الغدة الجار درقية مش الدرقية الغدة الجار درقية اذا نشطت بتعلي الكالسيوم في الدم تعمل تهاب حد في البنكرياس الكحول بيغير تمثيل الغذاء للكالسيوم يعمل التهاب حد في البنكرياس البعد عن الكحولات مفيد جدا جدا يعني احنا ما نقول لك 40-50% من حالات التهاب البنكرياس كانت في ناس كحوليين تعرف زي ما قولك سرطان الرئة والسجاير طيب ما دي خلاص حاجة ثبتت علميا يعني طيب ايه كمان يا دكتور غير الخمور والحاجات دي الخمور رقم واحد وبعدين انا اشوف الكالسيوم بتاعي بانتظام كده اذا لقيت الكالسيوم عالي شوية تكير تكير لان الكالسيوم العالي بيبوض البنكرياس طيب هل التحليل يا دكتور حسام التحليل اللي بتتعمل بتقول اخبار البنكرياس ايه ولا لازم من مناظره حاجات زي كده التحليل يقول بس بشرط العين جاي بألم يعني ألم في المنطقة دي له لا احنا بنتكلم فيه الواحد اللي عايزي طمع على نفسه لا تنفعش التحليل في فلأب خالص يعني كمتابعة ما تنفعش حتى الاميليز والليبيز اللي بقول عليهم بيعلوا جدا في التاب البنكرياس ثلاثة ايام يروح النازلين فعراك لو عملت ما بين الحالات هيطلعوا نورمال هيطلعوا طبيعين انما ممكن اشعال مقطعية تريحني جدا او الاندسكوبك اريسرون اللي هو موجات صوتية بالمنظار دي حديثة رائعة يا سيد محمود رائعة والحمد لله محدش يقول محدش يقول انها غالية لانها بتتعمل مجانا في الاسر العين محدش يشكو انه يقولك انا مش قادر اعملها اصلها بكذا لا ما بتتعمل ببلاش بالاسر العين بس بشرط ان حرطك ماشي اتجاه طب انا عايزة تسؤال انا معرفش اجابته بصراحة دكتور عسام هل فيه في الاسر العيني مجال لواحد يعمل كشف دوري كل ستة شهر كل سنة ده موجود ولا ده حاجة الناس تستغرب منها ممكن اجاوب على جزئين هل فيه قيمة للكشف الدوري الاجابة اه قطعا طب ليه ايه ما هو الكشف الدوري انا مش هاخد المخ والعنين والقلب لا حاجات ميجور طب افرض ان العين عنده حاجة مش ميجور سرطان بانكرياس هل الاشعى المقطعية على البطن احد مراحل الكشف الدوري الاجابة لا اذا من الكشف الدوري لازم الدكتور يكون ناصح ناصح يطلب ايه دوريا كل ستة شهر طب قد نقول له احراك حاجة في امريكا من زار القولون بقى روتين من غير ما لانيش تاكي لان سرطان القولون بقى يتكشف بتأخر جدا اه مزبوط اه متأخر جدا طب انا اكشفه بدري خاصة صحيح فيه تاريخ اللي عنده تاريخ دوت مسألة مهمة جدا لانه تاريخ مرضي خلي باله ام دكتور حسام انا بشكرك جدا وعودة موفقة وعظيمة اشاء الله وارجوك ما تغيبش علينا تاني لا خلاص يعني ارجوك لا سابق اللي بعد الجاي انا نتكلم في السكر لانه في اسئلة في اسئلة جات كتير جدا جدا لحضرتك فان شاء الله اذا كان عندك وقت الاسبوع جاي نكمل الحوار من فضلك حاضر ونطرح لحضرتك بعد اسئلة الناس حاضر وانا بشكر حضرتك جدا هل فشكر هل فشكر وكل سنة طيب ويبعد عنك وحضرتك بسحة وسلام امين